فرضت مستجدة الأحداث في اليمن على القضية أن تتحول من انسداد الحل إلى واقع الحرب التي يتسيد فيها من تحرك بعزيمة لسيطرة على أكبر رقعة جغرافية ويستولي على مربع الثروة وهو الأمر الذي بات متعمدا ومتعرفا عليه لنظرة يراها المتصارعون بأن الحرب ستقف على قاعدة كل طرف يقف في مكانه ويستأثر بما استولى عليه هذا المنظور الضيق هو من ضيع معركة التحذير الحكومية وفتح شهية الميليشيات لاقتضام أكبر قدر من كعكة الوطن ليظهر مؤخرا بأن هناك تقدمات في النجارات الإخبارية وواقع مؤلم لانسحابات متكررة تحت ما تسمى بالضغوط الدولية فقد شهدت مأرب على مدعى من كامل تراجعات عديدة وأخرى حدثت في الساحل الغربي وقبل أيام حدثت في حرض وكلها تصب في صالح العوتيين الذين يبدون استعدادهم للتقدم على حساب المعركة الوطنية دون ما تنازلات من قبلهم أو إقدام صوب مفاوضات أو مشاورات على حد أدل مراقبون رأوا بأن الميليشيات الحوثية باتت خارج إطار أي معادلة سياسية محتملة وأنها أنهت أي تعامل مع هذا النوع واختارت طريق الحرب ولم يعد أمام الطرف المقابل إلا الرد بالمثل درعا للهزيمة وحفاظا على حال التوازن السياسي الذي يرى عسكريون بأنه من يطيل أمد الحرب في ظل المد والجزر للعمليات وفي ظل المعادلة العسكرية يرى محللون بأن معركة الحديدة يجب أن تعود من جديد والتحرك صوب موانئ الحديدة التي تستخدم كممرات للتهريب الأسلحة والطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية والقوارب المفخخة القادمة من طهران كما أنها تؤمن اليمن ودول الجوار من سيطرة إيران على ممر التجارة الدولية ومضيق باب المندب وتمنع إيران أيضا من محاولات إغلاق مضيق هرمز الذي هددت بذلك قبل عامين المعركة الوطنية في اليمن بحاجة إلى توزيع الجهود والقوات من جديد وبحاجة إلى غرفة عمليات واحدة تدير المعارك مرة واحدة وهو ما ينادي له سياسيون وخبراء ويستغرب من عدم وجوده الخارج الذي بات يراقب ضعف القوى الشرعية في إبراز هذه الورقة والذي لن يكون أثرها على اليمن فقط وإنما ستتضرر منها المنطقة بشكل عام